اشتركوا في القناة القمر في منزل سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح ينكث فيها لغاية الساعة ثنتين ودقيقتين صباحا لينتقل بعديها لمنزل سعد بلع وهي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر موجود في الجدي ومعروف انه تأثيره لما بيكون في الجدي بيؤثر على جميع الابراج انه منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن ان تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية جديدة وشراء بوليس التأمين فيه ناس بسألوا شو يعني بوليس التأمين الان انت بتروح بتعمل تأمين لحالك فهذا العقد اللي ما بينك وبين شركة التأمين اسمه بوليس التأمين يعني اللي ما بينك وبين شركات التأمين تأمين على السيارة تأمين على الصحة تأمين على حالك اي تأمين اسمه هذا العقد اسمه بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 10 و 11 دقيقة ظهرا وهاي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 31 دقيقة عصرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و 14 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي تأخلوا المسار القادم رح يكون يوم 17-12 بيبدأ في تمام الساعة 35 و 34 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 27 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 6 و 14 دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجه سعيد بنسبة 60% القمر في الجديد حتى يوم 17-12 سعيد بطبيعته ولكن في ساعات العصر ممكن ينعكس لمنتحس أما بالنسبة لعطارد في القوس حتى يوم 20-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 8-1 سعيدة بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 سعيدة بنسبة تقريبا 15% لغاية ساعات العصر بعدين بتصير منتحسة أما بالنسبة للمشتري في الجديد حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الجديد حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% أورا نصف الثور بيتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجديد سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي أو حتى لو إنها اشتدت الضغوط عليك حاول إنك برر عملك وإظهر مهارتك حاول إنك تكون يعني شوي يعني ممكن إنه الظروف شوية تكون معقدة أو صعبة لأنه شوي أنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبية نتيجة الغضب أو الإطراب عشان هيك بدك تضبط أعصابك برج الثور ابتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك فالتطورات غنية بالفرص المناسبة ابتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم يعني بحاجة للرعاية أهم إش إنك ما تتشبث بمواقفك أو المواقف المتصلبة حاول إنك تكون مرن ومتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصد اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن إنها تكون شوي متوترة ركز بشكل جيد على بعض الأمور وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بتراكم عندكم مع هيك أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة فكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل ببعض الأمور الصحية أو الرياضية حافظ على استقرارك وعلى وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وبرضو ممكن يكون عندك عمل جديد برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب بعض الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء تشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كلياً ومن المحبّد عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني ركز على أعمالك وممكن يكون في بعض الانشغالات المنزلية برج العقرب تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمر الصعب أو الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك برضو جيدة وتبرر عن بعض مواقف لا إلك يعني تنشط في بعض التنقلات وبعض الاتصالات خلال هذا اليوم برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهميش إنك ما تتكبر إلا أجواء بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك أهميش إنك ما تسمح لأحد بإنه يغشك كون حريص على أموالك ومتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوزحكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد وإنك تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع فترات الشهر تعتبر هاي الفترة حاول إنك تدخل التنويع لحياتك الشخصية بتحمل بعض الإنفراجات وبعض التسوية برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر أو الأيام هاي بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر لا داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنظم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا